فاتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حذوى النعل بالنعل فساروا في مناكب الأرض مشبقين أو مغربين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن بهذا المنهج دخل الناس في دين الله مهنى وفرادا أفواجا زرافات بالقرى وأمصارا وقارات ذلك للفهم الصحيح والتمسك بنجي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فالوسطية حسنة بين سيئتي الإفراط والتفريط إذ هي دعوة إلى الله بحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا الثلاثي الحكمة الموعظة الحسنة الجدال بالتي هي أحسن هذا الثلاثي يحمي الداعية ويقعيه حر المعادات وبردا لا مبالاة بهذا المنهج تتميز دعوة الداعي وينفع الناس إرشاده الرافد الثاني من روافد هذه الظاهرة السيئة التخلي عن المحورة بملهجها الشنقيطي العتيق وعدم رعايتها ماديا ومعنويا الرافد الثالث هذه الثورة التكنولوجية الحديثة بفضائياتها وشبكتها العنكبوتية الرافد الرابع الفقر المدقع لهانيا العلاج أعني علاج الظاهرة أولا التعليم والتكوين والتوجيه والإرشاد لهانيا تكوين الشباب وتوفير فرص العمل ثالثا القضاء على كل الفضائيات التي تنفذ السموم وتنشر الرذيلة بين الناشئة وفي الختام فإن فخانة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بخطابه القيم المتميز والمؤثر والموجه والمرشد قد ألقى الكرة في مرماكم أيها السادة الأئمة والعلماء وأرباب الأقلام فقد أعذر إليكم جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعونا أحسنة والسلام عليكم مداخلات الإخوة المتدخلين الموجود فيها من الأسئلة فيه وما وضعه الأستاذ محمد عبدالله والحسين ويأسئلة يتعلق الآغبها بمصطلحات واصطلاحات حديثة لا يهتم عادة الناس بالوقوف عندها كهيرا فإيا أطلق الناس على مجموعة من الأصحاب الفكر الإسلامي أو الممارسات السياسية كلمة السلفية الجهادية أو نحو ذلك فنحن لا نتحكم في المصطلحات التي يطلقها المتغلبون فهؤلاء أطلقوا كلمات في كل المصطلحات العلمية وسارت سيران المصطلحات الثابتة المحدودة كالعالم القديم والعالم الثالث والعالم الناني والشرق الأدنى والشرق الأوسط تصوروا أنهم مركز العالم تصوروا أنهم مركز العالم وأن هذه المركزية تصلح نعتا بكل الجهات الأخرى ثم كتابهم وفلاسفتهم ومفكرهم يرعتون هذه الحركات السياسية أو الحركات الدينية أو ما إلى ذلك بنعوتهم والذين أطلقوها كالأصولية بدل أن يقولوا السلفية بعض الأحيان يقولون للأصولية والمصطلح كان سعيدا في أيام في الثقافة الأوروبية قبل أن ينهض العالم الإسلامي قد يكون إطلاق السلفية كما هو معروف إطلاق تراهي قديم انطلاقا من كلمة سلف وهي الأمر القديم لكن المبهوم السلفية في الثقافة الإسلامية كان يطلق أساسا على صورة من المواقف العقدية أساسا في التوحيد ونحوه من العقائب فإطلاق كلمة الجهادية عليها هو جمع بين السلوك الجهادي أو السلوك العسكري والنور العقدية فلعل الأمر جمع بين الإهنين هو المراد عندهم لكن كما قلت قد لا يكون من المهمين بقوه عند هؤلاء فنحن لسنا هم الذين أطلقوا هذه المصطلحات في أغلب الأحوال في أغلب الأحوال هناك التفجيرات في البلاد المختلفة هذا الموضوع لا يخلو من إشكاليات على العموم التفجيرات ما منها مقاومة أو مواجهة للعدو الكافر بمشروعية تقرره سلطة المقاومة يفترضنا أننا هنا نقاوم الكفارة وقررنا أننا عندنا مجموعة من الأشخاص الذين نريدهم أن يمارسوا بأنفسهم وأن يضحوا بأنفسهم وقررنا أننا عندنا مجموعة من الأشخاص الذين نريدهم أن يمارسوا بأنفسهم وأن يضحوا بأنفسهم الوقيعة بالعدو وقررت القيادات العسكرية والفقهاء ذلك من أجل التهيل على العدو بالتضحية بهؤلاء القوم هذا قد يجوز لأننا نعلم أن صحابة إضاء الله كان الواحد منهم يقدم على الجم الكثير من الناس من العدو ويوجد فيه عدة طعنات وهو متحقق القتل والمختصرات الغطية تحدد أنه يجوز الهجوم على الكثيرين ويجوم لك أن تتحول من وسيلة قتل إلى وسيلة قتل مخرى وأن تبقي نفسك من حالة لحالة تبقي عليك لكن كل هذه الأسئلة غير واردة في تصوري في الدول الإسلامية الموجودة حسب تصوري لأن السلطات القائمة الموجودة في هذه الدول قد تكون لها مصراقيات فقهية قد تكون لها مصراقيات شرعية وقد يختلف الناس في ذلك بالنسبة لي هل الحكومة الأفغانية لها وجه من المصراقية تستحق به أن تعطي الأمانة مهلا للأمريكيين والأوروبيين هل الحكومة العراقية الموجودة في العراق وهي أفراد مسلمون هل لهم من المصراقية لا يستطيعون به أن يؤمنوا أن يؤمنوا الكفار الموجودين عندهم بحيث لا ينبضي الاعتداء عليهم بهذه الطريقة أما بالنسبة للفلسطينيين فالسؤال يمكن أن يكون واردا بالنسبة للسلطة الفلسطينية الخلاصة في تصوره أنه إذا قررت سلطة لها وجه من الشرع أن تمارس مجاهدة الكفار أو طردهم من بلادها بهذه الوسيلة فالأمر مشروع لها كانت السلطة التي تقبل ذلك لها مصداقية التصرف لها مصداقية التصرف وإيا كانت السلطة الموجودة في هذا البلد لها مصداقية تعطي الأمن كان هذا التصرف غير مشروعي في تصوري أما إذا كان البلد محتد له كليا من المستعبير ويراد تحريره فالقضية خاضعة للجدوائية والفتوى والفيقه وما يحصل من الترخية من أمر يؤثر في الكاثر ويفع الوسيل هذا ما أراه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته